السلام عليكم حبايب المتابعين طبعا أمانة أن وصلتني بعض الأسئلة بخصوص استخدام هذا التليفون سمونا تليفون أو تيفلون أكيد تيفلون استخدام هذا تيفلون أو التيب هذا المائي وأيضا استخدام أنواع من السيليكون سواء هذا المعجون أو السيليكون العادي وأيضا استخدام هذه الأنواع من صراحة ما أدري ما يسمونها هذا مبغرة صراحة هذا مادة صراحة مواد مخصصة مثلا للبراغي أمانة ما أدري ما يسمونها سكرول لك نت شي كذا المهم بالانجليزي معروف لكن بالعربي ما أدري ما يسمونها غراء نزين تسمونها مواد لاصقة أو مواد شي كذا المهم خلونا من هالكلام المهم ما علينا نزين فيسألون عن هل استخدام هذه المواد هذه أو هذه المساعدات هذه رح يكون جيد في حالة مثلا استخدام المسننات للمواسير والتبريد أمانة هذه ما رح تنفعك بأي شيء نزين هذه طبعا مخصصة للماء وليس لغاز التبريد أيضا هذه ممكن نزين ما رح تنفعك لأنها أيضا مخصصة للدرجات حرارة عالية نزين للمركبات أما هذه الأنواع نزين صراحة أنا استخدمتها وأيضا في منها مواد أو صمق صمق الحين عرفت ممكن صمق ما عرفش يسمونه صمق أكيد نزين مو بصمق أكيد مو بصمق نزين يعني هذه المواد مخصصة صراحة للتكييف تم تصنيحها للاستخدام في المكيفات أو للمحابس ما للتكييف طبعا هذا النوع من أمريكا استخدمه صراحة غرق مثل اللصب نزين يوضع المسننات وهذا أيضا مخصص للتكييف نزين هذا رغمه 554 نزين تلاحظون مخصص للتكييف هذا أيضا مخصص للتكييف وفي هذه الأنواع فقط مخصصة للبراقي نزين للمسننات هذه اللي هي تسوي لك مثل الصمق هنا وأيضا تمنع فتح البرقية طبعا من المميزات هذه خاصة هذه طبعا ما لها مميزات مخصصة نزين يعني من الغير الجيد أنك تستخدمها لكن من المميزات هذه التي تتميز فيها صراحة أنها أولا نزين إذا استخدمتها طبعا تستخدمها على رأس السن الثاني أو الأول نزين يعني ما تحطها في هذه المنطقة إذن أبدا هذه جميع المواد هذه ما تحطها في أعلى رأس التوصيل يعني ما تنحط في هذه المنطقة تبدأ تحطها من رأس السن الأول أو رأس السن الثاني نزين لغاية مثلا سنين ثلاثة وبعدين البرغي هو رح يسحبها سواء هذا استخدمت سواء هذا استخدمت سواء هذا استخدمت عرفت ولا لا طبعا هذا بيه مننا أنواع هذا طبعا ميديم أوكي سترنج وهذا في هاي سترنج طبعا الغير جيد في هذه هذولا ما عندك مشكلة فيهم الغير جيد في هذولا لأنهم هذولا رح يقفلون رح يقفلون عليك النت هذا نزين وبالتالي فكك رح يكون صعب أو تحتاج إلى مثلا تسخين شوي أو تحتاج إلى قوة قوة فك أكبر من القوة اللي شدت عليها ولكن صراحة من ميزاتها أنها حتى لو صار عندك اهتزاز نزين في المواسير في الوحدة ما رح يفتح معاك هذا البرقي لأنه من وظيفتها أنها تقفل نزين تستوي لك نفس الصمق نزين اللاصق أو المعجون كذا الصمقي نزين على المسننات هذه بالتالي تمنع نزين فتح نزين هذه البراغي أثناء مثلا وجود أي اهتزاز في الوحدة نزين الخارجية أو الداخلية أو المواسير ولكن مثل ما قلت لكم رح يكون مصعب الشيء الثاني اللي أبغى أركز عليه اللي هو رأس الفلير من المهم جدا أنك تعمل رأس فلير جيد لتجنب حدوث أي تهريب هذه طبعا أيضا تساعدك في عملية التهريب تخفف أو تقلل من التهريب ولكن رأس الفلير نزين مهم جدا في عملية نزين شد هذه نزين البراغي وبالتالي منع التهريب طبعا تلاحظون أنه رقمت هذولة حطيت لكم واحد واثنين وثلاث واربعة طبعا هذول الرؤوس عملتها فقط للتوضيح أو للشرح لكم صراحة نزين هذا رقم واحد وهذا رقم ثنين طبعا إذا عملت فلير صراحة لا تعمل على رقم واحد تلاحظون أنه رقم واحد نزين هذا رقم واحد مبلابس على الرأس التوصيل أو رأس الفلير نزين المحبس هذا مبلابس عليه بشكل كامل يعني عندك هني إذا نخلني الفقر رويكم عندكم فراغ في هذا المنطقة وبالتالي يجب عليك التركيز على طريقة عمل الفلير لأن طريقة عمل الفلير رح تجنبك وجود أي تسريب في المنظوم وأيضا عدم وجود أي شوائب محاس نزين قطع وصلات تمنع نزين أن يكون الاتصال هذا متلامس مع بعض نزين رغم الثنين أيضا صراحة تلاحظون رغم الثنين رح يكون جيد رغم الثنين رح يكون جيد رغم الثنين رح يكون جيد لاحظوا رغم الثنين ليست عميقة نزين مقانونة مع رغم الثنين أوكي رغم الثلاثة أمانة أفضلهم رغم ثلاثة أفضلهم تلاحظون الفلير كيف شكله حلو جذاب ما شاء الله حتى التوصيلة رح ترتاح نزين ممكن تقع في حبه في حبه نزين ولا أو متهدة يعني خلاص يتزوجون مع بعض للأبد أوكي لاحظوا ما شاء الله تبارك الله لاصق كيف لاصق مزين لاصق مع بعض بالكامل أوكي هذا طبعا من الفليرات الجيدة الممتازة الفلير الثالث هذا رغم أربعة هذا فلير غير جيد مزين على رغم أنكم تشوفون مزين الرأس رح يكون بالداخل هذا الفلير ليش غير جيد لأنه الحفرة مالة هذي كبيرة جاية أكبر من زين من التوصيلة نفسها وبالتالي ممكن رح تسبب لك مشاكل أثناء تركيب الصمولة هذي من زين يعني الصمولة هذي ممكن رح تكون عندك تركيبها رح يتعارض مع الفلير تلاحظون من زين أحيانا تركيب بصعوبة أوكي هي رح تكون جيدة لكن صعوبة تركيبها تلاحظون ملامسة هنا صعوبة تركيبها لأنها جاية على الحجم كامل على البرغ وبالتالي رح تسبب لك مشاكل من زين أثناء التركيب من زين وبعض الفنيين مثلاً يخطأ أو يكبر من حجم الفلير على أساس أنه والله يبغي يضمن عدم التهريب هذي أفضل نوع فلير صراحة تقريباً في حدود 2 ملي أوكي زين حتى تركيبه على البرغ رح يكون سهل شوفوا يعني حتى ماسك على الحفرة اللي داخل شوفوا هذا القوس اللي داخل في النت هذا زين في الصمولة هذي زين ماسك عليها ومعطيها مجال بعض وبالتالي عمل فلير جيد أو ممتاز مناسب زين بالإضافة إلى إضافة زين إضافة إضافة هذه المواد هذه في السن في هذا المنطقة زين لا تكثر منها صراحة لا تكثر من المادة لأن هي بروحها مع الشد رح تاخذ على السن تلاحظون إنه ما في أي اتصال صراحة ما بين المادة أوكي وما بين الفلير هذه صراحة الطريقة الصحيحة إنك تستخدم هذه المواد كمواد مساعدة صراحة لمنع إنحلال أو فك هذه الصواميل أثناء الشد والشيء الآخر أيضا حاولوا إنكم تشدون صراحة على مستوى الشد المناسب لكل مصورة أو كل حجم مصورة نزيل حين فقط أنا رح أرويكم إنه شوفوا أخذ نزيل الصمق هذا أو المادة هذه أخذت المسنن بالكامل وظلت تشوفوا المنطقة هذه كلها فاضية هذه المنطقة كلها فاضية ما أجاها أي يعني أنت شغلك كلها كان فقط في المسننات هذه هي الطريقة الصحيحة أمانة لا مانع وأنا شخصيا أنصح باستخدام هذه المواد بهذه الطريقة بهذا الشكل ولكن هذه المواد صراحة أو هذه الأشياء هذه ما رح تخدمك في عملية ضمان عدم تسري بالوحدة هذه رح يخدمك بالمقابل الفلير رح يكون جيد وأيضا شد مناسب لحجم المسورة أرجو من الله العليل عظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة ونلتغي إن شاء الله معكم في مغاة أخرى متعلم مع جمال إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدأ الإعجاب أيضا نشره محباكم نشوفكم على خير إن شاء الله نحن نعطيكم محبا بعد الدعاء شكرا